بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج هناك من تسأل وهناك من يسأل هل أن السحر يورث للأبناء؟ هل إن السحر يؤثر على الجنين إذا كانت فلانة قد عمل لها سحر فهل يؤثر على جنينها أم لا؟ وهل إن السحر الذي قد عمل لفلان أو عمل لفلانة هل أولادها من بعدها أو أولاده من بعده يتأثرون بهذا السحر ويطلق عليه بالسحر الموروث أم لا؟ كما يقول علماؤنا الأعلام لا وجود لذلك أبداً السحر الموروث لا وجود له السحر يعمل لفلان أو يعمل لفلانة ولكن لا يورث للأولاد أبداً إلا إذا كان ذلك الشخص الملعون الساحر أو الساحرة قد أخذ أسماء أولادكم أيضاً وعمل لهم سحراً فيبقى معهم أما أنه يورث لأن فلان كان مسحوراً فورثه لأولاده من بعده لا لا وجود لهذه الحقيقة أبداً رغم أن البعض مع الأسف الشديد يشيع لها وكذلك مسألة بأنه إمرأة حامل وعمل لها سحر هل يؤثر على الجنين؟ لا يؤثر على الجنين السحر لا يؤثر على الجنين إلا اللهم إذا كان هذا السحر يؤدي إلى النحول الزبول عدم الشهية للطعام إلى غير ذلك نعم يتأثر يعني ليس من باب السحر وأنما يتأثر بسبب الحالات التي تمر فيها أمه من نتيجة السحر يعني بأنها تكون مثلاً لا تشتهي الطعام تسهر الليل بأكمله تشعر بالطرابات وقلق إلى غير ذلك فهذه الاطرابات وهذا القلق وعدم الأكل وعدم الراحة يؤثر على الجنين من ناحية طبيعية كأي إمرأة لا تريد أن تأكل أو لا تشتهي أن تأكل فيخرج الطفل ضعيفاً أو هزيلاً أو ربما يمر بأشياء مضرة بالنسبة له ولكن لا يؤثر السحر على الجنين أبداً إلا اللهم أيضاً فلان من السحر الملعونين أو من الساحرات الملعونات ماذا تفعل لا هي تصنع للجنين أيضاً سحراً تصنع للجنين سحراً نعم يتأثر الجنين في بطن أمه وشرط بأن يكون بعد أربعة أشهر بهذه الصورة ما عدا ذلك لا يؤثر أبداً فلا يؤثر السحر في الجنين وإن كانت أمه يعني حامل به ولا يورث الأولاد لا ينتهي إلا اللهم هو الساحر أو الساحرة قد صنعها سحراً أيضاً للأولاد أو صنعها للجنين أيضاً يتأثر وكما قلنا هناك الكثير من الأدعية المباركة لحفظ الجنين مثلاً كما قال الإمام الصادق عليه السلام إذا كانت امرأة تخاف على نفسها وعلى جنينها من التابعة من أن يتأثر بالشيء ربما من الإسقاط إلى غير ذلك ما عليها الآن تكتب سورة الحجرات بماء نظيف وتشرب هذا الماء النظيف تكتبه بماء نظيف أو بالزعفران وتشرب منه وكذلك تكتب سورة الحجرات بورقة بيضة غير مخططة وتعلقها عليها فيحفظ الله سبحانه وتعالى جنينها ويحفظها من كل سوء من كل سوء أما مسألة الأولاد فلا بأس بين الآب والأم يقرؤون عليهم آية الكرسي والصلاة على محمد وآل محمد عشر مرات ويعلمون أولادهم دائما أن يقرؤوا القلاق الأربعة قل له الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل يا أيها الكافرون وفي خدمتكم إن شاء الله كانت هذه إجابة على التساؤل وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام موسيقى موسيقى